نتنياهو من ناحية يقول أن إسرائيل هي واحدة الديمقراطية في الشرك الأوسط ولكنه يريد أن تكون هذه الدولة دولة يهودية ونحن كمن نسكن بهذه الدولة على أرضنا كأقلية قومية أصلية تعيش على عراضيها نعرف أن وجود إسرائيل كدولة يهودية يعني التمييز العنصر ضدنا يعني الاضطهاد ضدنا يعني إقصائنا يعني حرماننا من حقوق أساسية في مجال الأرض والمسكن وفي مجال التطور الاقتصادي وفي مجال التعليم وتنمية هويتنا الفلسطينية وهويتنا القومية الثقافية فبالتالي يعني هو من ناحية يقول أنه لا يقبل من مبدأ إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة بأراضي 67 ومن ناحية ثانية هو يقول أنه لا يريد لإسرائيل أن تكون دولة ديمقراطية بحق وحقيق لأنه يعني لأنه يدعم تعريفها كدولة يهودية تعطي أفضلية للمواطنين اليهود فيها